أين الإعلام المغربي عن هذه النماذج؟ الإعلام المغربي يجب أن يصلط الضوء على الكفاءات دافع أبو غيس الدافع ولكن لا فينا هو بالصحة ليش ما ما شفناش مبكرا عبد إلا شليف مثلا كنمودج للكفاءات مثله وأكيد هناك أمثاله كثر يعني لماذا لا لماذا لا نراهم لماذا نحن دائما وأبدا يعني للأسف في كثير من الأحيان أنا ندقق في كلامي باش ما يقول لك شيء في أغلب الأحيان حتى مش كثير من الأحيان وكأننا لدينا رياضة واحدة في المغربية كرة القدم وبعض الأحيان مناسباتيا أم الألعاب الألعاب القوى لماذا؟ ما غديش رميك بالوردة خينو في البرنامجي لكم ويكونوا براميز كتر بحالة هاك لا إنساني أنا أنا كندر إعلام منظومة لا أتحدث عن أشخاص ومؤسسة واحدة أو لا أقول بأن يجب أن توصل للطوء على النماذج الناجح لأن ما نراه من عشوائية وعبت على النجوم اللي كيبانو دبا في المواقع والإعلام يتير إشميئزاز وبالتالي الكفاءات الكفاءات ربما الكفاءات المهاجرة خصوصا الكفاءات المهاجرة شلف جالة كثيرا نربعنا في الأكسون ديال وكي درب الخاليجي أو أبلو لا جاتوا تالهجا كي يضغ يقول وشنو وخالجية مصرقية بيروت إلى لبنان إلى غير ذلك وبالتالي الكفاءات لخارج المغرب كثيرة جدا وخرجت من هنا من المغرب